مش هنخلص احنا بقى من حوارات ياسمين صبري وباباها كل ما بتطلع في اللقاء وتتكلم عن حياتها يعني قبل الشهرة وكده باباها يطلع يرد عليها فهي تطلع من فالموضوع بيطول ما بينهم المهم يعني ياسمين ظهرت في البودكاست بتاع عمر قديب اللي جاب لها الكلام ده وعملت الفيديو بتاعه امبارح وحكيت عن البودكاست ده قالت في ايه المهم هي في وسط الكلام قالت ان هي من أسرة متوسطة وان هي حياتها كانت عادية خالص والاول كانت في مدارس حكومة وبعد كده دخلت مدارس خاصة بس عزرا على صوت ولاية الجرام بس انا مش قادرة اعمل منتاج وهم ما بيمشوش فانا هعمل الفيديو وخلاص المهم يا جماعة هو واضح انه دايقته قوي موضوع من أسرة متوسطة الحقيقة انه هقف بس هنا ثانية وهحكي ان من قبل كده لما ياسمين طلعت مع أنس بوخش وقالت ان هي مفيش علاقة ما بينها وما بين والدها خالص ام هو بقى طلع وطلع صور من خطوبتها وجوازتها الاولى ودعوة الفرح وعرف الناس مين هو جوزها ما كانش معروف قبل كده جوزها الاول وصور مع الستة اللي بتسعيدهم في البيت الفلبينية وصور ليها معاه من مختلف مراحل حياتها المهم يعني قاعد يقول ان هو انا عايش في الفيلا وكونت معايشة في احسن مستوى ودي قوضتها وخطوبتها كانت في البيت عندي ازاي بتقول ان احنا ما كانش لنا علاقة ببعض بعد كده واحدة صاحبة ياسمين طلعت ردت وقالت لا انت ما كانش ليك علاقة بيها الاطراف من هنا ترد الاطراف من هنا ترد الصراحة انا وقتها تواصلت مع بنت اخت بنت عامة ياسمين اتالي خلاني اكلمهم اساسا انه انا شفت كومنت لعمة ياسمين دكتور هالة صبري وبتقول انا يعني على فيديو معاين كان بيهاجم قسرة ياسمين فقالت ان هي ما كانتش لوحدها ابدا وتربت مع جدتها ومن الناحيتين وان هي كانت في اعرق مدارس وده اللي دايما بابوها بيأكد عليه انها كان مداخلها مدارس حلوة قوي وانه عمره ما سابها ابدا يعني وده اللي قاله بقى في البوست بتاع امبارح في البوست بتاع امبارح اللي انتوا هتشوفوه قال انها كان موديها مدارس يعني من اغلى المدارس في اسكندرية ومدارس خاصة وان هي كانت معاه ونزل صور ليهم في مختلف مراحل الحياة وكان البوست كل سخرية يعني البوست ده كان بيت تريأ كل شوي قول الطبقة المتوسطة طبقة المتوسطة ده طبعا تريأة هو قصد ان هما ما كانوش طبقة متوسطة وحاطت صور بقى من جوا البيت والبسين والحاجات دي كلها بين ان علاقته باختها نرمين كويسة جدا طبعا ياسمين عندها بلال ونرمين اخوتها من الاب والام فهو تكلم ان عنده حافظته بنت نرمين وبيحبها وحاطت صورهم مع بعض وصوره مع نرمين وانه وصف ياسمين بان هي نكرة للجميل ترجمة نانسي قنقر طبعا شفنا تعليقات اصحابه على البوست ده كلهم بيمدحووا ان احنا عارفينك كويس واحنا عارفين ان انت ابن مين واصولك ايه وما تردش وكده يعني في حد كتاب له انا بص سيبك من الموضوع ده انا رأي ان انت تروح تمثل انت حلو كده وحليوة وتروح تمثل فقال له اخاف امثل ابقى كداب طبعا احنا فهمين هو يقصد مين المهم يعني يا جماعة انا صراحة بصراحة يعني بمنتهى صراحة انا بصدق ياسمين صبري وبحسهاش الشخص الوحش يعني مش بحسه بتاعت مشاكل بس في الموضوع ده بالذات عمري ما فهمته يعني انا عمري ما فهمته هي ليه قالت انها ما لهاش علاقة بباها اصلا مع انه هو بيجيب صور ان هما كان لهم علاقة ببعض فيه ناس اصحاب النظرية بقى يقولوا انه مش شرط انه هي كان بتتصور معاني علاقتهم كانت كويسة ممكن يكون ازاهة او كده فهي ما بتحبوش وما صدقت بقى لما اطلقت من جزء الاولاني قطعت علاقتها بيه فيه ناس تانية بتيجي في صف القب ضد ياسمين ويقولوا ان هي زي ما هو بيقول عليها فانا ده الموضوع اللي انا ما بعرفش اقول رأي فيه لان محدش يعرف الحقيقة احنا ما نعرفش الحقيقة هو بيقول حاجة وهي بتقول حاجة تانية كده هي مش تبقى عايزة تقطع مع باباها بلا سبب يعني ولا تقلب الرأي العام عليها هو فيه حاجة غير مفهومة وفيه حلقة مفقودة في الموضوع ده وانا مش فهمها بصراحة فباباها واقع شايف ان هي انت ليه بتعملي قصة كفاح وهمية هو كان بيقول كده في البوست انه انت ليه بتقول ان انت من اسرة متوسطة انت مكنتش من اسرة متوسطة انت كنت من اسرة مرتاحة وعشتك كانت كويسة جدا وعالفكرة انا عايز اقولكم على الحاجة هي اسمينة رابت عموما دي معلومة لو انتم مش عارفينها يعني هي دايما بتقولها هي ترابت في بيت جدتها مامة مامتها لان لما حصل الانفصال مامتها سفرت عشان تشتغل وتجوزت وعاشت في بريطانيا وباباها كده كده تجوز وهي عاشت مع جدتها مامة مامتها فهو فيه حاجة اكيد مزعلها من الموضوع ده وهو كان ذكر قبل كده في برنامج ان اللي بينزعلها مني جوازاتي فهي اكيد زعلانها من حاجة او شايف ان هو موقفش جمعها مثلا في مرحلة امها من حياتها بحان الله مع ان من شهر ونص او شهرين باباها كان منزل فيديو مجمع كده ليها هي واخوتها وصورهم معاه من مختلف مراحل حياتهم وكلنا استغربنا هو ليه حاطت صور ياسمين وانا صغيرة يعني يمكن الموضوع ما بينها ابتدت تتحسن او هو بيحن لها او حاجة زي كده رحت هي بقى قالت كده في البودكاست بتاع مبارح فهو قالب عليها تاني وطلع قالت كلام ده عنها لكن يا جماعة خلينا نكون حققنين احنا ما نعرفش ايه اللي حصل ما عرفش مين فيهم الغلطان فبلاش نخبط في حد احنا ما نعرفش بصراحة ايه اللي حصل الخبر اللي بعده عن فنانتين عراقيتين الفنانة العراقية رحمة رياض رزقت بمولوداتها الاولى عالية من جزها الكسندر علون فنانة العراقية اصيل هميم زعلانة من اللي عملته شزا حسون من كام شهر لما كانت في مهرجان العراق الدولي في دورته الاولى وغلطت في النشيد الوطن العراقي الصراحة انا نفسي زعلت من الموضوع ده يعني انا حفظة نشيد الوطن العراقي كله ممكن اسمعه لكم دلوقتي حفظة كله بحبه جدا فاني هو قاله مصرح له هبته على رأيها هي اصيل قالت المصرح له هبته كل حاجة بس ده النشيد الوطني العراقي يعني انت لو حسن الموضوع انت مش قده يعني كنت اعتزري عندها كل الحق ازاي حد ممكن يغلط في نشيد الوطني بتاع بلده مش عارفة بصراحة يعني هل ده له مبرر ولا لا بس احنا مفروم نكون حفظينه من احنا صغيرين يعني تفرجت النهاردة على الحلقتين الاولانيين من مسلسل خالد نور وولد ونور خالد شيكو وكريم محمود عبدالعزيز يعني هالحلقة الاولى مش بتضحك قوي هو بيعرض لك الشخصيات مع الحلقة التانية بقى بتبتدي تضحك مسلسل ان شاء الله يعمل زي مسلسل اشغالشة قوي بقى كوماندي حلوة قوي متنبق له بدا بصراحة محمود عبدالعزيز وشيكو اكيد مش هعملو حاجة وحشة ولكن يعني لسه اتوقع ان ده يحصل في الحلقات الجاية هو من الحلقة التانية انت اتحكت شوية بصراحة كمان شوية بقى هروح اتفرج على مسلسل رحيل ياسمين صبري لو اتقفلت منه مش هكمله انا زهقت بصراحة فيه مسلسلات بكملها كده لو عايز اعرف ايه اللي حصل وخلاص يعني وفيه مسلسلات بتبدأ حلوة قوي زي نعمة وبعد كده بتحصل حاجات اللي هو ايه الفيلم الهندي ده بس يا جماعة وده كنت اللي انا عايز اقوله النهاردة اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله باي باي اوعى تتضايقوا من ولاد الجران عشان انا ما عنديش حل للمايك ده ما بيعملش حاجة اشتركوا في القناة